مثل تفضل حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعى بمنح وسام الأمير سلمان بن حمد لاستحقاق الطبي دعما وتقديرا كبيرا لابناء البحرين العاملين في الصفوف الأمامية وما يميز مملكة البحرين هو الدعم الذي تتلقاه من الصفوف الأمامية أو تتلقاه الصفوف الأمامية من قبل العهل المفدة حفظه الله ورعاه وكيفية الثناء والتقدير والاجتماع على يد واحدة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات دعم ملكي سام لكل ما فيه مصلحة مملكة البحرين وجهود حثثة كانت ولا تزال تبذل في مواجهة جائحة كورونا ومن يبذلون هذه الجهود هم أبناء مملكة البحرين الأوفية ومن يقيمون فيها من خلال تواجدهم في الصفوف الأمامية وجاء تفضل جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه بمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاغ الطبي للدفعة الأولى من الكوادر المتميزة تقديرا لدلك الجهود خلال الجائحة وما أجدرنا هذا العام ونحن نمضي قدما بروح التجديد لفريق البحرين الواحد أن نخصص هذا الحفل المبارك للاحتفاء بأداء وعطاء كوادرنا الوطنية على الصفوف الأمامية ومنحهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي نظير خدماتهم المميزة وإسهاماتهم الجليلة في مواجهة الجائحة المستجدة بظروفها الصحية الطارئة الظروف التي أحاطت بمملكة البحرين كسائر دول العالم لم تكن عائقا لتحقيق المنجزات لا سيما في القطاع الصحي ولكن ما يميز مملكة البحرين هو الدعم الذي تتلقاه الصفوف الأمامية من قبل العهل المفدى حفظه الله ورعاه وكيفية الثناء والتقدير والاجتماع على يد واحدة إذ يبقى الكثيرون ممن سنحرص على تكريمهم فيما هو قادم من مناسبات ولا يسعنا هنا إلا أن نتوجه لهم جميعا ببالغ التقدير والاعتزاز لعطائهم ومواقفهم المشرفة ولما بذلوه من جهود جبارة وتضحيات عظيمة للعبور بالوطن إلى بر الأمان اعتزاز وتقدير جلالة الملك المفدى يده الله بالمواقف المشرفة وجهود وتضحيات كوادر الصفوف الأمامية كان وسوف يبقى محفزاً ووساماً لكافة الجهود الوطنية وفي كافة القطاعات فالتكاتف والتعاطد سمة بحرينية أصيلة وبين القائد والشعب تكمن الرابطة الوثيقة فعندما تبذل الصفوف الأمامية المجهودة في مواجهة الجائحة ويدعم المواطنون والمقيمون هذه الجهود يفتخر ويعتز جلالة الملك المفدى بما تحققه البحرين من منجزات لسيما خلال الظروف العصيبة التي دائماً ما أثبت فيها معدن أبناء البحرين الأوفياء